السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأحد واحد عشرة تشرين الثاني أكتوبر يعني أول يوم بشهر عشرة إن شاء الله شهر خير وبركة على الجميع ربنا يعطينا خيره ويصرف عنا شره القمر اليوم موجود في برج الحمل ورح ينتقل لبرج الثور طبعا رح نذكره أنه ننتقل لبرج الثور أنه هو مش ظايل في برج الحمل دقائق بسيطة بعد منتصف الليل فعشان هيك أغلب اليوم رح يكون موجود في برج الثور طبعا إحنا ذكرنا أنه إحنا في فترة خلوه مسار وخلوه المسار هذا مستمر من ساعة 49 دقيقة مساء يوم السبت بتوقيت جرينتش ورح يستمر لغاية الساعة 11 و18 دقيقة صباح يوم الأحد بتوقيت جرينتش لا يستقر القمر بعديها في برج الثور هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار طبعا القمر موجود في منزلة الثورية زي ما حكنا ورح يظل موجود في منزلة الثورية إلى غاية الساعة 43 و44 دقيقة من عصر اليوم الأحد وهي المنزل جيد وتنفع للبدء بكل شيء وغير مناسب لأظهار أي شيء مناسب للسر والكتمان وإخفاء الأمور أما الساعة 43 و44 دقيقة عصرا بصير القمر موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا القمر رح يكون موجود زي ما حكينا في برج الثور فعشان هيك اليوم جميع الأمراج بيشعروا بالحذر أكثر من ميل حماية ممتلكاتنا نادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا نبعد عن القروض ما نحاول أن نأخذ قرد من أشخاص أو من بنوك أو من أصدقاء بالفترة هاي لأنه عادة اللي بيأخذوا قروض بالفترة هاي يعني بكون صعب أنهم يسددوها أو يلتزموا فيها أثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خطة لخطة توفير أو شراع عقار أو قضاء وقت ممتع بالمنزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا بتكون تركزوا معي بشكل جيد لأنه اليوم في عنا زاويتين رح أبدأ بالبداية بالزاوية الإيجابية بعدين رح أذكر الزاوية المهمة جدا السلبية بالنسبة للزاوية الإيجابية الأولى هي زاوية بطيئة زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين بلوتو هاي الزاوية تأثيراتها من يوم 11 ليوم 16 ذروتها يوم 13 الساعة 7 و19 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتزيد من حد الذهن وحدثنا ونقدنا بتمنحنا حبل العدالي والاهتمام بالأمور الغامضة بتساعدنا على تنظيم أعمالنا ونجاح مشاريعنا واتخال قرارات لازمة بتدل على إشادة الصحف ووسائل الإعلام بمجهودات الدولة في محاربة الجريمة وكذلك التحولات الجذرية التي أنجزتها الدولة في بعض القطاعات لتجديدها أو إحياها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية خطيرة جدا ذكرناها في حلقة المريخ انتقال المريخ للميزان هي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين بلوتو هاي الزاوية طبعا رح تبدأ تأثيراتها بابتداء من اليوم 11 ورح تستمر تأثيراتها ليوم 16 يعني عندنا إحنا تقريب الأسبوعين هذه دولة حميات جدا ذروة هاي الزاوية يوم 19 ساعة وحدة وأربع دقائق فجرا بتوقيت جرينج الزاوية هاي عادة بتولد اندفاعات مخالفة للصواب وبتدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد ومقاومة القوانين برضو بتعرق النجاح مبادراتنا وعلاقاتنا أما دوليا وهي الأخطر تعد دلالة على إنه في مشاحنات وعنف وحرب ودمار على نحو واسع بيتلو هذا الاتصال برضو بتدل كذلك على أن هاي فترة ممكن تشهد اضطرابات للعمال بترافقها عمل شغب أو حوادث عنف كما أنها بتشهد هاي الفترة مقتل أحد القادي أو كبار الشخصيات في ظروف غامضة وازدياد حوادث العنف والاغتصاب والفضائح الجنسية وبتدل على حوادث انقلابات عسكرية أو مؤامرات أو عمليات تخريبية أو إرهابية أو تفجيرات وحرائق كذلك وممكن برضو بعض الحوادث الطبيعية كالزلازل أو حرائق الغابات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية طبعاً راح تكون ذروتها ساعة ثلاثة وخمسة واربعين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعاً لدينا العنق والحنجرة الحفال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم هدول الأعضاء الأكثر حساسية واللي ما بننصح لإجراء عملية جراحية لإلها أما باقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية اليوم طبعاً هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضاً يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر موجود في برج الثور معناته خلو المسار القادم بيبدأ في تمام الساعة وحدة وتسعة عشر دقيقة من فجر يوم الثلاثاء ثلاث عشر وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة وثلاث دقائق صباح يوم الثلاثاء لا يستقر القمر بعديها في برج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمر سبع عشر يوم في تمام الساعة أربعة وأربع واربعين دقيقة مساء الآن بتوقيت جرينيتش بيصير عمره ثمنتاشر يوم نسبة الإضاءة واحد وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العدراء حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة سعيدة بنسبة خمسة عشر في المية القمر في الحمل الآن يعني منتصف الليل ولكن بعد منتصف الليل رح ينتقل لبرج الثور ورح يظل في برج الثور لغاية يوم ثلاثة عشرة سعيد الآن بنسبة ثلاثين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة سبعين في المية ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة ستين في المية أما في ساعات المساء برجع سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في الأسد حتى يوم 19 منتحس بنسبة 25% المريخ في الميزان حتى يوم 12 عشرة سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوتي بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% أرنس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوتي بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم في فرص مالية فهذا اليوم بيحمل معان فرص مالية ولكن يعني شوي هيك عادة بأغلبها بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات وممكن يفاجأك وهيك تكون في مفاجأة تدخل تحسين على ميزانيتك بطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا وحاول أنك ما ضيع الفرص اليوم وضف طاقتك الذهنية والعملية والجسدية إلى وضع حد للتساؤلات والالتباسات وناقش بوضوح لأن اليوم كثير من الأمور راح تكون فيها فرص ذهبية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم القمر وصل لعنكم فعشان هيك ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي الحضوض قوية والنتائج حاسمة ما بيستطيع أحد منافستك وحاول أنك تطوي صفحة الماضي بترتفع المعنويات مجددا وبتكون هاي فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوضة عالية وتعتبر من أفضل أيام الشهر فعشان هيك لازم تستغلها وتتحرك بشكل جيد برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر وصل لبيت المتاعب فعشان هيك هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا أنك تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم وإعملوا بشكل روتيني دون إهمال صحتكم بيسود الهدوء والملل وبتراوح أعمالكم مكانها وبتقيب أعمالك لسبب أو لآخر ممكن وعود ما حد يوفي فيها أهم شيء أنك ما توقع على عقد ما تحسن أمر لأنها فترة فارغة من الطاقة والحظ فما تراحن عليها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم التسعة من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم حاول أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصل تأييد لا بأس فيه أهم شيء أنك تكثف ارتباطاتك الاجتماعية وعلاقاتك ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وباستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر وبتفرح بانتصار مهني أو اجتماعي إذا ركزت بشكل جيد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبتحمل هاي الفترة مشوية ضغوط ممكن تستفزك من رئيسك بالعمل أو ضغوط عمل أو حد بيحاول يشوه سمعتك أو يستفزك فعشان هيك حاول أنه ما تكون متوتر لأنه هاي أيام هيك بتكون متوتر الأوضاع فيها بشكل كبير ممكن يكون فيه نوع من أنواع المواجهة أو ارتباط مهم بيسبب لك التوتر فعشان هيك حاذر من العناد والمشاعر السلبية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم القمر موجود في البيت التاسع لألكم فعشان هيك من المحتمل أنه يصلكم خبر سار من بعيد وبتنجحوا في أمور الحلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم تطمئن خواطرك هاي الفترة ممكن ترغب بخوط تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما من أجمل أيام الشهر إذا استغلته بشكل جيد على جميع المستويات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي ولكن هاي الفرصة عادة تيجي يعني الهصلة بشراكة أو تعويض شركة مال عاطفة مال الزوج الزوجة ميراث بنك قرض أشياء من هذا القبيل صحتكم أو صحت قريب للكم بحاجة للرعاية وهاي فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد لا تغامر بموقعك وحاذر من النزاعات والتذمر والتمرد وحاول أنك تقوم بواجباتك يعني على أكمل وجه برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وخصوصا شركاك شركة مال أو عاطفة أو أشخاص بتبادر لمساعدتك فحاول أنك تطلب المساعدة من بعض الأطراف لمساعدتك في أمر معقد شوي أو حابب أنك تتم من خلال هذا اليوم هذا اليوم برضو بوسعكم تعزيز شراكاتكم المالية والعاطفية وعلاقاتكم مع أزواجكم حفظوا على هدوء عصابكم ونظرة صوتكم بتكون الضغوط كثيرة فعشان هيك حذروا من تأزيم أي خلاف وحاولوا أن يكون كلامكم واضح تفادي لأي سوء تفاهم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز الكثير من عمالكم خلال هذا اليوم ولكن بتكون تنظموا جدول غداكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة عشان ما تتراكم الأمور عليكم مرضو في نوع من أنواع الاتصالات الكثيرة والمسؤوليات العائلية والمهنية فلازم تنظم وقتك عشان ما تلتيب الأمور الثانوية وتترك الأمور المهمة وبرضو ما تضطر للعمل وقت إضافي تهتم بإنشغالات مالية أو تساؤلات حول قدرتك على التحمل لا تشكي بنفسك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أو هواي أهم شيء أنه ما تبلغوا في تجربة حظكم المالي وإنتو اليوم في نوع من أنواع الموعيد الخاصة للكم هاي الموعيد بتيجي يا فيها مصالحة يا لقاء ودي يا لقاء عاطفي أهم شيء أنك تتجنب الانتقادات وتسعى لتلطيف الأجواء بتستعيد صفاء ذهنك وتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والسفقات التجارية لأنها فترة فيها كثير من الإجابيات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم مدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية حاول أنكم تخصصوا فترة جيدة من وقتكم للاهتمام بمتطلبات العائلة ممكن اليوم يكون فيه هيك أعطال مصاريف زيادة مناسبة لقاءات اجتماعات خبر إلو إعلاقة بالعيلة هيك فعشان هيك ممكن يكون لدى البعض من موليد برج الدلو الجو العام بيكون فيه نوع من أنواع الضغط أو المسئولية الكبيرة أو ممكن تكون على ارتباط مهم ما بجوز الفشل ولكن دك تحذر من المصريف المنزلية برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات واللقاءات والحوارات والامتحانات وهذا اليوم يوم مناسب للخروج بنزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار تتمتعوا بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف أهم شيء أنك ما تسكت حاول أنك تسمع صوتك أهم شيء أنه حاول أنك تنظم جدول أعمالك تفادي لأي إهمال أو تقصير الأجواء جيدة حتى على مستوى الأشخاص اللي بيهتموا بموضيع السيارات أو الاتصالات أو التليفونات أو الكمبيوترات فهذا اليوم ممتاز هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر